السلام عليكم أنا اسمتي فؤاد من اللي كنت وانا بقي صغير كان كيباليا بالنساء هم واحد الحاجات تخلقها عادة غير باش تشبع الرغبات ديال الراجل طيب ليه تغسل ليه تلبس ليه هاتش اللي كبرت علي وكان ديما الوليد ديالك يقل اسمايا حيات كنت نود دري ما بين جوج ديال لبنات تقول لي يارا العيالات دائما والدي مخصق شعطانهم راس الخيط ستكبر و ستعرف حتى أخواتك و أخها كبر منك لا تسكت لهم وحاول تحكم فيهم و ترد لهم البال مزيانة بحكم انني كانوا كبر عليها وحدها كبيرة عليها بربع سنين واخرها كبيرة عليها بخمس سنين وبما انني انا دري يعني سنكبر دغياء سنتقاع اليوم دغياء سنرد لهم البال هاتش اللي كان يحاول الوليد ديالي انه يوصل ليها وانا كان زيد وكان كبر في العمر وطرى هاتش هادا اللي طرى وكبرت بهذه الفكرة وخرجت للسنقة نتعامل مع البنات بهذه الفكرة هذي اللي كبرت عليها انا متلا حمس الوليد ديالي المسئوليه وشي حاجة ولكن هذي واحد نبدأ على واحد الفكرة اللي انا منطلق بها في حياتي ايوة يا اخوتي مشاتي ايام وجهة ايام كنت من دائما كنت نقول خسين نخدم شي خدمة مزيانة خسين ندير علاقات خسين نطيح البنات المزيانات من حدي وانا كان زيد نكبر وانا كان زيد في الواسامة كنت واسيم جدا وكنت زوي وانا عطي العين كنت كان بغير رياضة وكنت كان ديافراسية بزاف وبدأت في العلاقات من التناوية ما كينغلع تكس حياتك من التناوية وكينما اللي كتقول انا وانا كان كان حدهم ليه وكيف ما كيقول ليك كل واحد قوي كينلي قوى منه والله قوى من كل شي انا نادم على هذا شي كامل حسن هذا اللي دولته من التناوية تتجوجت ودكش اللي ترى اللي يفتجوج اللي غاتي تعرفوه فهد القيصة هذي وبغيتكم الله يجزيكم بخير لكنتو غات تسنطل القيصة ديلي مزيان تخليه معاكم واحد لايك واحد الكمنتير في رأي ديالك اللي شي هاجع للقيصة ولا الموضوع ديالها ولا الغلط اللي ارتكبت انا غير ما اتدعيش فيها الله يرحملك الوالدي ما علينا كملت الدراسات ديالي وخال بنات وخال خروج وخالك شي كنت مديها في قرايتي بواحد شكل مشان قولك من ضابط بزا في الدراسة ديالي لاناني دير واحد الهدف قتامي خسي نخدمش خدمة مزيانة وفعلا في التانوي نجحت في الباك بواحد النقطة مشريفة واحد النقطة دي الربعتاش وهديك النقطة خولت لي انا ندخل شي مدارس ولكن قلت انا نكمل في لافك مشي لافك لافك فيها الدريات فيها نقدر ناخد راحتي بدون اي مشكل مع ذلك وخا انا كندير في بنات الناسات شي هذا انا كن خواتاتي يعني كنردلوا البال عايق بالقوالب كنردل البال لا ما عم نخرج شي ما عم نجيتي حتى تجوجوا عدلوا اللي بغيتوا ما تبقى وجوش تخرجونا ما تبشيوش لنا ارين شوف لك انت تريفون كنت ضغط عليهم بالساف وهذا تناقود في حد باتهم حتى غدي نطلق بات السيدة اللي غدي نعود لكم عليها دابا هات السيدة هادي غيرت ليا جميع المفاهيم اللي انا كنعرف عند بالي باللي انا هادي غي مرحلة وديزة ما عرفتش هات السيدة هادي شنو درت ليا حتى واللي تكن بغيها حتى الجنون واللي تكنها تربيها واللي تكن تستعليها بواحد طريقة ما يمكنش ما يمكنش تكون سحرات ليا ما يمكنش ولكن داك التعامل ديالها والغضرة ديالها والفكر ديالها اللي وصلت ليا وكل المرة كتمنعني منش حاجة بغي نوصل ليا ويعلي ودك الوقت اللي انا كنحاول نوصل داك شي اللي بغيت تلقي طرسي كنبغيها دايشة ووخا بغيتها وخد اوسم مع داك المودة مودة طويلة ما خلتنيس نقرب لها وما خلتنيس نقيسها بدرت ليا بحل داك اللعبة ديال حمار جحة كدير لي خيزوه باش يبقى غادي بحالة كدرت ليا سارت الايام متى كنغمض عيني كنحل لك القارسي دويست خمس سنين معت السيداتي في الحب والغارة وخم مرة مرة ترجع ليا داك الفيس كان نهضر مع وحدة نهضر معا دي فيسبوك نهضر معا دي ولكن تسبقها هي هي لي مع مرة العين وهي لي مع مرة القلب بديت بشوية بشوية تنت ناسا هذيك العلاقات ديالي كنركز غير على هي بحكم انها هي كتبين لي بلي انسانة من ضابطة وبغاني وكتشجعني في المستقبل ديالي وتهيق عرية ووعية يعني انك سيدي سارت الايام خديت الدبلومات ديالي كملت قناعيتي كملت داك البلانات ديالي كاملين غايجي النهار اللي غادين تكون فوكا باش غادين نخدم في المجال ديال الابنك الخدمة دي ما عرفتش من صغري ويكا تلهمني سواء خدمة مع الدولة في شي وزارة مشي بالكمبلي الكرافات ودك شي سينو الابنك فعلا قدرت انني نديكروشي العمل ديالي في واحد البانك هي هذيك سيدي باش خدمتش انا في البانك فرحات البنت اللي معايا فرحات بزاف لانها خدمة غادا تشترفها وبقى يقولوا لها في العقيل انت هي مرت البانكيين انت هي كادا مع ايا اصلا عزيزة لا تفش خير شي شوية هي مليسة لدك الدراسات ديالاو داك شي يكنت كتقرع واحد المجال مختلف عن المجال ديالي مشات في ذاك شي ديال البحث العلمي وبغى تكون أستادة باحيتة ولا أستادة جامعية ولا ذاك شي ذاك شي مكي مشيش بعيد في هذه البلاد هذي يعني انك هسيدي وصلنا للجواش يعني من اللعفاك وحنا مع بعديدنا وذوك السنوات ومطلاقيا وهذه والمشاكل هذو كغير ديدي طاي صغار معدنا من ديرو بيو كان هذك النهار الكبير فاش غدي نتشوش بها تنشوف السيدة كتبكي وفرحان لذك النهار والفرحة ديالي أنا من دوب العشرة ديالي مرات علاش حي تلك شي اللي أنا تابعه هانا وصلت ليه غدا تولي ديالي وحلالي وغادي ندير معاه قاعدة شي اللي أنا تمنيجه تزوجنا مشينا للدار بدينا الحياة الزوجية أنا راجل كمشي الخدمة كان جي خصمارتي تكون مجدري قاعدة شي اللي بغيت حيث هندرج معاه اللازم هذيك الفكرة اللي أنا مطلق بها في حياتي غادي نطبقها معاه تخرج بشواري ما تديرش حاجة بلا ما تقولها ليا وزائد أنها منوع عليها منعا تمن أنها تخرج وما تديرش الدرة واشتخدها مع الريبة وكتفرض على المرأة تدير الدرة وشتع نقودها والسد ما لنا؟ هي هذيك سيادة السيدة متقبلها تشيادة ما كانت شي مشكل ويا فرحانة وعاجبها كتويا كتغير عليها وكذا وكتتعامل معايا بحشي بحشي أمير في الدار ما تخسر لي خاطري بعد مرة نقول ليا رجلي كدروني كدر لي مصاج في الفراش تبارك الله ما نقصت تجي هذا كتحاول ديما تبداع ديما الجديد عايشين واحد الجوزوي والحب والغارام والاستقرار الغلط اللي غادة تدير هو واحد النهار ما عرفتش أنا كنضن ذاك السنوات دي العلاقة دي اللي بها ما خاتخليهاش أنها تسيدة هذي تدير مايهك عندها واحد صاحب تالي أنا ما عارفش هذيك صاحبتها وما عمر لي شتها وما عمرني عرفتها وما عمر هذي واتلي يا لها نعضت هذيك صاحبتها أعطاتها النمرة وقتلي أدوي معها وحاولت طيحها باش غاد جيني هذيك صاحبتها صاحبتها مطاورة قاتلي يا عفاكرا جيت عندكم اليوم اللاجونس وكانت الدنيا عامرة وخديت أنا النمرة دي الكغير من عند السيكوريتي حتى أنا جيت وملقيتك شو بقيت كنت مسكن علي في الأوديو وجيت ملقيتك شعافك رابط نظر معك فاحد الموضوع اللي يجيزك باخير إلا المرة جاي مني غدا نزي غدا نلمح لك إلا قدرت يتعطني لي جو جدقيق من وقتك أنا بذك التحلوين ديالها وذك الهضرات ديالها وذك الشي قلت تعدي بها هنا غتكون شي قورة عصا رجعها ليا ذك الفيس ذك الفيس ديالي وذك شي حدا بصافي ذك شي اللي أنا كنقلب عليه وصلت لي معت السيدة راه عفض دار كتجمع لي الحويش كتسبة لي وكان جيون ناس مع وقت ما بغيت ندير معه وقت ما بغيت صعب هذك ديالي هذي قرأ نشوفه الجديد هي هذي كسي هذي هدرا شمعايا هذك الأوديو قلت له أوكي داكو أختي ان شاء الله أنا انت سندك جات وفعلا قرطع صعب زايد علمها دام ديالي بزاف لمن الفوق لمن التحت لمن الوسط لمن ما بغيتش جات هذيك السيدة جات هنا وانا معرفة شفو جاكي فش ديرا قلت لي يا رأنا اللي هدرت معاك البارح أوديو قلت له هذيك قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها اصلا ما كانت تشي واحد واخريت شو بقيت كونه نظر معاك في الباب قلت لها بأس الله لكن شي ما نقضي وقلت لي يا النار ما كدبش عليك جيت لك النهار وكانت لاجونس عامرة ومعججة عيني في عينيك طيارتيها مني وبخيتي لي في دماغي واش مجواج واش حتى أنا ما كدبش الخاتم دي يجواج واش مجواج واش قلت لها لا مجوووش أنا بأخير عليها قلت لها قلت لها ربعتني أنت عرف عليك وانا رمعت اما وصار حاجبتني بزاف انا قلت لها كيف هاش تدري كتوقي لها رمسكينة ضر هزيني مسكينة التعدب خليها قلت لها ما شي مشكي قلت لها وانا ركنس لي مع الخمسة سوف ينشاء الله ليوم ندرو شي بتي كافي قلت لي يا واخا داك اخ درنا هذك الكافي بدت تتعاود لي وشنو دارت وكانت فرنسا ووجعت من فرنسا وبغدرشي مسروع هنا في المغرب وبدت تتفشخر علي وروينا مشحت في حالاتي أنا البطار عادي سأليني انا ويا هذيك الابل قلت من ندخلش في هذيك الساعة خلي تالي من بعد يرى انك سيدي من بعد جيتنا للبطار مراتيك تتعمل معي مزيين هاتينا شكي تقدر تقول ما دم صيف طاها وكذا قلت ما نهضر معها ما نقول لي اولو بلما نحرق الفيلم راه لدخلت العشية راه تقول لي اكيد راه ما تصبرش إلا كانت يليم سيف طاها راه ما تصبرش بالحكس مراتيك تتعمل معي بزيان بيخير حسن ملو والقاع وما رضيتش البال وقلت مع راسي صافي السيدة ما مشي يلي سيف طاها راه برا بقيت كنت لوط على ديك خيتي كنتظر عليها باش أنا نمشي ونوي هالشي بلاسة ونعيشه الحياة نجرب شي حاجة جديدة ما اللي تنورك عليها بزاف أنا كنت طلب منها نشي بلاسة شي اوتيل شي كذا ما بقعت السيدة بلوكاتني وما بقعت كتبت هاترة معي ما بقعت كتجين دي لها شمس قلت روقي للسيدة عقتبية ومشات قلت نشوف جهة اخرى وحد النهار دازت المدة نحاول نقلبك نظر مع هذين هذين متشدات هذين متشدات صافي درت بينا عينية خسني نجرب شي حاجة جديدة وحد النهار قلت لي المادام قلت لي عافكة فؤاد انطلبك واحد طليبة وما تتقلقش عليها كان الصيف قلت لي وما تتقلقش عليها وما تدرش مني قلت السواب وذك الشي قلت لي هانتا دابنتايا ما عندكش كونجيك ما زال ما عندكش كونجيك قلت ليها قلت لي عافك لما خليني نمشي را بغيت نمشي أنا واخوة تاسي وبابا را غيت دينا البطار اللي كينا في الفطانجة وذيك الريزيدانس فيها بيسين نمشي عافكة من الصباح لم يطلبه فيتي ويقول ايها مع فؤاد وقللي دي وكذا قلت لي هال الدوزي قلت لي اوال وغا ندوز 5 يام ونجي ونجي 5 يام بزر بو نجي في حالتي قلت لي هالو صافي سامن خليني تنفكر نشوف هاتشا هاده كيف جدا قلت لي هالوالو لا دي را عيتلك بابا يضر معاك عافك عافك قلت كنشوف كندور في راستي قلت لي وما كانتشي مشكل قلت لها صافي السيري في حالتك صافي السيري ومتعت لش أنت عندك خمس يام واجه في حالتك أنا قلت مع رسيدي المونة سابق هل بريتيش خاوي ونطبره على شي حاجة ونجيو هيا هذيك السيدي كانت غات تمشي هيا بنهار الارباع في العشية ونورمال ما نهار الارباع في العشية قصة التنين السباح تكون هنا في الدار هيا هذيك جاه هذك الخميس الجمعة غادي نهضر مع واحد خيتي تلاقي هنا نويها ها تنهضروك هذي قلت لها رسيدي بوحدة ما قلت لها قاعراني مزوج جبتها للدار كل شي طرعون كيل كل شي مزيان عايشين أنا ويا الله في باخير مشات في حالتها وصلتها قلت لها شبالك درجان دين هار السبت وطال نطمعي قلت لها شبالك درجان دين هار السبت قلت لي يا واخت شي اضرنا فيه في الدار قلت لي هاته السبت قلت لي وياه ونديرو شي طواجين ونجيبو شي لعيبات ونقدر أمور دينا قلت لي يا واخ نهار السبت تقديد ذاك شي اللي خصني لذاك اللويلة وغادينا غادينا عيط على أختنا فاللهجات انصطالينا الأتاوش دينا انصطالينا ذاك شي كامل اللي خاصنا يا أخوتي يا أخوتي كيف ما قالها في ذاك كين واحد الحديث قال لك على ذاك الشهود حتى يروا أن المروا دا في المكحالة تبدينا القصارة أو تنسمع الباب تيتحل الباب تيتحل قرا 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 وباق دخلات هي وباها وامها وخواتاتها وشي ناس من لعائلة ديالهم وشي جيران وروينا وعيط البوليس وروينا روينا روينا تنكلك أنا ما فهمت ووالو نورمال ما وخصجي تلحد ولتنين الصباح عد خصجي أنا ما فهمت والو أولي ملك اللي تشوها أما شانق عليا با شانق عليا أخواتاتها شانق إن هذك خيتي اللي كانت معايا روينوا هذك الشي اللي كانت معايا وفضاري يجيب علي فضاري وفوق فراشي جاء البوليس يكلابس يكلابس رح حصلتوا مع المرأة الداخل الروينا دخلوا زيد معنا لبسوني بتاوني يكلابس أشواقع كتلو مهنا صراحة جايب مرأة جايب مرأة البيت الزوجية فاسد خيانة زوجية وفاسد ولي حويش اللي لقاهم بيها وروينا وكذا قالوا لي وش هذي أول مرة كتدير فيها نتيجة شهادة قلت لهم اه قال لك اللي كاتكدب قلنا شوفوا هذي ومي جبدل لي واحد السيدة جبدل لي واحد السيدة وقال لي هانت تفرج لي مع رأسك لقي الساومة في أخوتي هي أن السيدة من اللي عرفتني أنا كندير هذي البنانات هذي بغطيحني في الشبكة قلت هذي خيناعين وزايغة اختنا نربي كان بإمكانة اللي صرفت لك هذي البنز ولكن السيدة بحل تبيضقت حسس براتها بحل تحقرت وبغطت ربيني أحسن طربية وأحسن عقاب انستللت الدار كلها بالكاميرات معا كان عدنا الويفي في الدار انستللت الدار بكلها بالكاميرات ومن تليفونها كتشوف شنو واقع أنا كم عارفين هذي لزوبتوني كينين وزائد أن هذي الكاميرات يلتاق طوحة الصوت يعني الفيديو بالصوت وصورة والسيدة ركت تفراج وكت معان معراسة وكتوجد ضربة وهي رجال صغير عند صاحبتها ممشتل تطوان ممشتل أنا مازد تليفون سولت بها ممشتل تشيحات قلت لي صافي غامش قلت لي صافي سيري حسنا أصلا عندي نية شيطانية لداخل أنا في غيابة غدين دير هذي الرواية هذي هي هذي كسيدي ورات الفيديوهات القاضي ورات دارت هذي السيدة وذات فريخ ديالو وجابت العون عون السلطة شاف هذي الرواينا ودار الإفادة ديالو والبوليس ودار الإفادة ديالو تقدمت عند الواكيل الوالدين ديالي يرغبوا ويزاوقوا وأنا مزاوقوا غد تلقوا وماشا تتابعيه قل لي ده بارا سيطره طعر ده بارا شافوا البوليس وتشد في حالة تلبس بالفساد وفعلا بالمرغيب وبالتنازول وبالمزاوقة وبالروينا طعوني تلتشهور ديالو الحبس والسيدة اللي معي أعطاوها عام ديالو الحبس علش حيث عندها ريسي دي فيست عاودات نفس المشكل ديجا مشدود على الفاسد وأنا مفخ باريش وعاود طرع لها نفس المشكل أنا أعطوني تلتشهور الحبس الخدمة باي باي الكاريير باي باي الموصص قبل مشاء دوسي توسخ خمس سنين ومش حيث ديك تلتشهور أوش غنقول لكم طلقنا أنا وديك السيدة أنا دي بقى صغير مع مولين طار واش هنقول لكم يعني مو الساوا وقرعي ولكن الله يجي بتحكى لشي بنت الناس غتلقى شي وحده اللي غضا تربيك كيف مرباتني هات السيدة هاتي والله إلا رباتني وردعاتني بالله من اللي خرجش من الحبس حاورت نتواصل معها نطلب منها الرغبة ونطلب منها زعمال مسامحة ممي مسامحة أنا من هاد المين بارتا نقول لها سمحيلي بزاف وخات سمحيلي عندما تعود كنتي معي إنسانة طيبة ذات أخلاق قد تصلي فيها ولكن أنا اللي فيها فرطوطو بقيت كان طيرتج بشاف عظامي نشكلكم بزاف على السماع وكانت ديق الصي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة